صباح الخير شباب شركة لينوفو على ما يبدو ناوية جنة فنيين الصياني كل مرة أقلع شكل وكل مرة دخول للبيوس بطريقة شكل مرة عن طريق زر الـ F2 مرة عن طريق الـ FN مع الـ F2 مرة عن طريق دبوس جانبي لللابتوب واليوم شركة لينوفو اجتنا بلابتوب ThinkPad X1 Carbon لابتوب له طريقة خاصة بالدخول للبيوس وطريقة خاصة للدخول لقائمة الأقلع أصدقائي للدخول للبيوس وقائمة الأقلع الخاصة بلابتوب اللينوفو لبين إيدينا بضغط على زر الـ FN طبعا زر الـ FN هون بيكون عندي على الكيبود ومن ثم بضغط على زر البور بشغيل الجهاز تطلع لي عبارة هون بضغط Enter عم يقللي بالعبارة ضغط Enter ومن ثم بتطلع لي هي القائمة منها باختار الـ F1 بيطلع لي هون عبارة عم تقول Start Up ونقاط ومن ثم بفوت على البيوس الموضوع حل معادلات كيميائية ونووية لحتى تفوت على البيوس عند لابتوبات لينوفو بالصفحة الأولى للبيوس مثل ما نرى عندي جميع السريالات والمواصفات الخاصة بالجهاز بنتقل عن تبويب الـ Config داخل تبويب الـ Config رح انتقل لأهم الخيارات اللي بتفيدك عندي تبويب الـ USB بدخل عليه وأكيد الـ UEFI BIOS Support لازم تكون بحالة الـ Enable عندي تبويب الكيبورد والماوس بدخل عليه هون بهذا المكان يمكنك تعطيل أو تفعل بعض الخصائص الخاصة بلابتوبات لينوفو أو بالـ Option الخاص بشركة لينوفو عندي تبويب الـ Disability وهي الشاشة وعن طريق هذا المكان يمكنني اختار إما الشاشة الرئيسية للجهاز أو الشاشة الخارجية بشكل دائم يخرج عن طريقه طبعاً أكيد أنا بختار الشاشة الأساسية وبمجرد وضع كابل الـ HD بالجهاز أكيد رح يخرج على شاشتين بنفس الوقت عندي تبويب البوردخل عليه بخليه في حال توصيل الطاقة في حالة المكسيموم الأداء العالي في حال توصيل الكهرباء على اللابتوب أما في حال العمل على البطارية بنخلي بهذا الخيار باتري أوبتيمايزت بنتقل مباشرة لتبويب الـ CPU بدخل عليه وبخليه هايبر ثريدينج تكنولوجي تكون فعالة وياخد جميع خطوط أو خيوط المعالج هذا اللابتوب يا أصدقائي بياخد الشحن عن طريق الـ Type-C وعن طريق الـ Type-C فيك تنقل بيانات بالتالي فيه خيار اسمه Thunderbolt بداخله عدة خيارات أنا بنصح تتركها مثل مموجود عندك على الشاشة بنتقل لصفحة Date & Time وبداخله الوقت طريقة التعديل عن طريق الـ Shift مع الزائد بتطلع صعودا أما حرف الناقص لوحده بعمل نزول إذن زر الـ Shift تمام هاي زر الـ Shift للملاحظة للتعديل Shift مع زائد أو حرف الناقص لوحده طبعا هذا الكلام من لاحظ أنه موجود هون عندي بأسفل الشاشة داخل صفحة Security عندي مجموعة من الخيارات رح انتقله بشكل سريع خيار الباسورد اللي بيخليني حط باسورد على الـ BIOS كليا ببداية الإطلاع أو على الـ Hard Disk اللي موجود داخل الجهاز عندي خيار الـ Fingerprint لأنه هذا الجهاز فيه بصمة هون على الواجهة الأمامية بهذا المكان فين يعطل الخيار أو فعله داخل تبويب السيكوريتي شيب في عندي الـ TPM الخيار الخاص بتثبيت الـ Windows 11 بالتالي أنا أتخليه بحالة Enable لأنه هذا الجهاز بياخد Windows 11 بكل أريحية بنتبه لخيار UEFI BIOS Update لازم يكون بحالة الـ Enable لحتى أقدر أعمل Update عن طريق الفلاش ميموري تبويب الـ Virtualization تبويب مهم جدا وخاصة للأشخاص اللي بنزلوا محاكيات للأندرويد أكيد لازم يكون بحالة الـ Enable Virtualization كذلك الأمر VT-D كذلك الأمر لازم يكون بحالة الـ Enable عندي الـ I-O Port Access بداخله جميع المنافذ الخاصة بالجهاز من كرت الشبكة والـ Wireless والـ LAN كلها خليها بحالة الـ Enable بنتقل بشكل سريع لعند Security Boot وهذا الخيار أنا عادة بخليه بوضع الـ Disable ليش؟ لحتى أوصل أي فلاشة خارجية على اللابتوب لحتى أقوم بعمليات صيانة خاصة فلاشة DLC Boot أو High Runs عن طريق تعطيل هذا الخيار بتأقلع معي فلاشات الصيانة صفحة الـ Startup الإقلاع الأولي للجهاز داخلها في عندي الـ Boot بدخل عليها ومن هون باختار الأداة اللي بديها تأقلع بشكل دائم على اللابتوب يعني مثلا بدي خلي الفلاش ميموري USB HDD Toshiba ليك الفلاشة أنا واصلة عندي بديها تأقلع دائما بشكل أولي على هذا الجهاز عن طريق Shift مع الزائد برفعها تمام كما ذكرنا سابقا وشارت النائس بتنزلها تمام لذلك أنا دائما الـ Windows Boot Manager لازم يكون بالبداية بعد منها بيكون عندي الـ Hard أو الـ SSD المتصل الداخلي بالجهاز وطبعا لحنا ما في داعي نرفع الفلاشة للبداية أثناء تثبيت Windows لأنه في عندي طريقة للدخول للـ Boot Menu ببداية الإقلاع بدون رفعها للأعضاء وضمن تبويب للـ Startup في عندي الـ UEFI Only أو الـ Logitee Only أو الـ Booth أنا رح أختار UEFI Only لأنه هذا الجهاز حديث ولازم نزل عليه Windows 10 أو Windows 11 وكونوا عليه NVMe بالتالي خيار الـ UEFI هو الأنسب لتثبيت الـ Windows وأكيد ملاحظة مهمة جداً يا شباب ما ننسى وقت حرق الفلاشة على برنامج الـ RAFUS أن نحرقها بلاحقة الـ GPT وليس الـ MBR أكيد باقي الخيارات خليها مثل ما واضحة عندك هون بالصفحة وآخر شي يا شباب عندي تبويب الـ Restart أو إعادة التشغيل أو حفظ المعلومات بالتالي عندي أول خيار اللي هو الـ Excite Saving اللي هو الخروج مع الحفظ عندي الخيار اللي تحتل منه الخروج دون حفظ الإعدادات الخيار اللي يبعدل منه إعادة ضبط للـ BIOS كلياً وترجع لضبط المصنع كذلك الأمر عندي خيار البقاء ضمن الـ BIOS بدون حفظ أي إعدادات أو حفظ الإعدادات مع البقاء ضمن اللوحة أو ضمن واجهة الـ BIOS وطبعاً يا شباب عندي اختصار زر F10 مباشرةً بيعطيني واجهة الحروج مع الحفظ وهلأ يا شباب رح نتعرف على طريقة الإقلاع عن طريق الفلاش ميموري دون الدخول للـ BIOS كلياً والتعديل فيها يعني قائمة الإقلاع طريقة الوصول إليها بهذا اللابتوب طبعاً هنا أنا عم بعمل حفظ أو عن طريق زر البور يعني التشغيل المباشر نفس العملية ما عندك أي مشكلة طبعاً هلأ رح يعيد تشغيل بضغط على زر FN بشكل متكرر أو بشكل ثابت تطلع لي هالقائمة بضغط Enter لاحظتوا الكلام اللي طلع تحت تطلع لي هاي القائمة الخاصة بالإقلاع طبعاً عندي F12 خاص بالبوت مينيو بضغط على F12 مثل ما أنا شايفين أصدقائي عندي قائمة الإقلاع لعن طريقة مباشرة فيني ثبت ويندوز أو ادخل لأي فلاشة من الفلاشات الصي يعني مثل ما أنا شايفين عطاني الهارد ديسك المتصل بالجهاز الداخلي وعطاني كذلك الأمر لفلاش ميموري لحتى ثبت عن طريق ويندوز طيب شوفي عندي خيارات إضافية في عندي الأب مينيو عن طريق زر التاب تمام زر التاب على الكيبورد فيني أنتقل للأب مينيو داخل هذا التبويب أما بدخل على الستاب اللي هي البيوس أو بعمل عمليات الفحص لقطاع الجهاز بشكل سريع وبهي الطريقة يا شباب تعرفنا على الطريقة السحرية للدخول للبيوس وقائمة الإقلاع بلابتوب لينوفو اللي بين إيدينا غالباً الجيل القادم من لابتوبات لينوفو يمكن بضغطه على الشاشة فوق بالأعلى أو ضغطه بنص الشاشة يمكن يفوتني على البيوس ما منعرف شو الفكرة الجديدة اللي عند لينوفو شكراً لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية